ترجمة نانسي قنقر على شاشة تلفزيون البحرين إلى أن إعلان جلالة الملك المعظم استضافت مملكة البحرين أعمال القمة العربية الثلاثة وثلاثين العام المقبل يؤكد حرص جلالته رعاه الله على دعم منظومة جامعة الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك في الحقيقة الكلمة التي تفضل بها سيدي صاحب الجلالة في أعمال هذه القمة جاءت في الحقيقة تؤكد على نهج السامي لجلالته في دعم كل ما من شأنه أنه يلم الشامل العربي وجميع المبادرات التي تصب في هذا الشأن وفي الحقيقة جلالته أكد على مضامين مهمة في كلمته السامية أهمها كانت الحرص أو التفاؤل في المناخ الذي يعم المنطقة في هذه الأوقات بإيجاد نظام إقليمي متوازن ومتجدد يبعث على الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح للشباب العربي الذي تزخر به أمتنا العربية أفاق التطور وأفاق العمل الذي يستوجب على الشباب العربي القيام به وهو تنمية دولهم والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة وفي الحقيقة كلمة جلالة الملك المعظم جاءت مستبشرة بعدد من المؤشرات التي جاءت في منطقتنا العربية ومنها استناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا المؤشر الآخر وهو استمرار الهدنة في جمهورية اليمن الشقيقة وأيضا العودة الحميدة لجمهورية السورية الشقيقة إلى جامعة الدول العربية التي تتجد كل الدعم من مملكة البحرين في هذا الجانب كما أيضا أكدت على أهمية أن يتم أخذ المواقف الجادة تجاه وقف النزاعات المسلحة في السودان والوصول إلى حل سلمي وأيضا أشار سيد جلالة الملك إلى أهمية دعم الدول العربية لموقف جمهورية مصر العربية في الحفاظ على مياه النيل ولا شك أيضا أن تكلم عن أهمية ومحورية القضية الفلسطينية وموقف مملكة البحرين الثابت من المبادرة العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية لا شك في الحقيقة أن دعوة جلالة الملك لإخوانه قادة الدول العربية للقمة القادمة التي ستستضيفها المنامة يأتي تأكيدا على نهة جلالته في دعم كل ما من شأنه لم الشامل العربي والوقوف على مواقف ثابتة تجاه القضايا العربية ودعم كل ما من شأنه تعزيز التقارب العربي والعلاقات العربية العربية ولا يقتصر ذلك فقط على منطقتنا العربية وتعزيز التواصل ما بينها ولكن أيضا الدورة التي تقوم به الدبلوماسية العربية المشتركة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية وهذا أيضا في الحقيقة دعوة جلالة الملك لإخوانه قادة الدول العربية للدورة القادمة من القمة العربية لا شك أنه يؤكد دور مملكة البحرين على مستوى الدبلوماسية الإقليمية والدبلوماسية الدولية ويؤكد أيضا قدرة مملكة البحرين على استضافة الأحداث الدولية الكبرى وإن شاء الله نتمنى أن تكون هذه الاستضافة ناجعة وتعزز من العمل العربي المشترك